أهلا بكم في حلقة جديدة من الـ Practical Build-Auntics Course والنهاردة هنتكلم عن الـ Management of Bad Oral Habits العادات اللي بتعملها للأطفال وبتأثر على الـ Occlusion في المستهب هنتكلم النهاردة عن ايه هو الـ Definition of Habits تعريف العادة واللي لقى اكتر من تعريف بعد كده هنقسم العادات ابقى اللي كذا Classification وهنختار منهم Classification ونبدأ ان احنا ندرسه ونتعامل معاه ومن خلال الـ Classification ده هنبدأ نعرف Management of Most Common Habits او Most Common Bad Habits وازاي نعملها Management ويهو الـ Applines اللي مفروض نختاره لكل حال بعد كده هنعرف بعض شوية ملاحظات واللي هتكون مهمة جدا اول حاجة معنا هيه هو تعريف العادة العادة اللي هي اكتر من تعريف تعريف الاوليني انه هو اسلوب مكتسب من انقباض العضلات من كتر ما الطفل بيعمل العادة دي او بيعمل الفعل ده تحول تلقاه بعد كده العادة فبقى اسلوب مكتسب لانقباض العضلات فبقى بيعملها بشكل لا يرد تانية حاجة هي ممارسة سبتة مؤكدة بالتكرار يعني الطفل لما بيعمل فعل معين ويكرر الفعل ده اصبح ممارسة سبتة فهو ده تعريف العادة تانية حاجة معيها هي رد فعل مقاوم مقاوم للشيء سواء بقى كان الشيء ده او كان رد الفعل ده مفيد او ضار هو الشيء انا بعمله سواء كان الشيء اللي انا بعمله ده ومتعود عليه هو مفيد او ضار والشيء اللي انا بعمله ده مؤتمد على مدى تداخله مؤتمد على مدى تداخله مع بدن ومشاعر ووظائف الطفل اللي بيقديه وانا اعرف بعد شوية تدخل العادة مع مشاعر الطفل بيكون ازاي عن طريق كل عادة ان نقشهمها بعض بعد شوية ندخل بعد كده نقشل على ايه هو الكلاسفيكيشن بتاع الاورال او ال bad habits عندي اكتر من كلاسفيكيشن في الحياة احنا نتكلم عن كلاسفيكيشن واحد من الكلاسفيكيشن اللي قدامنا دي وهو جرابر كلاسفيكيشن جرابر كلاسفيكيشن هو اسملي العادات طبقا ليه العادات المسؤولة عن المال وكلوجين في المستهب وهو ده اللي يهمن او اسملي العادات دي ليه زي صام والديجيت ساكين طفلة بيحطوا صباعه او اكتر من صباعه ابقوا انا حاجة tongue thrust اللسان بيطلع ما بين الاسنان وبالتالي الاسنان ما بتيفلش عن بعضها كويس بعد كده mouth pressing طفل بيتنفس من بقوا ازاي اننا اتعامل معها وهي المشاكل والانضرر بتاعته طفلة بيعض على شفيفه بعد كده هنتكلم عن psychogenic habit زي clenching او proxism وهي مشاكلها وازي نتعامل معها يبقى classification pack grabber هو اسملي العادات اللي مسؤولة عن المال وكلوجين زي ايه طفلة بيحطوا صباعه او اكتر من صباعه في بقه طفلة بيطلع لسانه بين اسنانه طفل بيتنفس من بقه وطفل بيعض على شفيفه او طفل بيجز على اسنان هنتكلم عن الصم او digit sucking طفل بيدخل صوابه بين اسنان placement تعرفها هو placement of thumb or one or more fingers in varying depths into the mouth ما هذا ايه ايه سببها سببها في الحقيقة بيرجعوه لحاجة اسمها second reflex بيلعزوا ان الطفل في مرحلة الجنين intratrial ان هو بيبدأ يحط صباعه في بقه بشكل لايراد والعادة دي بتفضل موجودة غالبا لحد سن من سنة لثلاث سنين ونص فالحد هنا العادة دي هي طبعية من سن سنة لثلاث سنين ونص هي طبعية ومش هتأثر لي على الوكلوجين مش هتأعمل لي مالوكلوجين طب بعد ثلاث سنين ونص عندي من ثلاث سنين ونص لحد سن ثماث سنين او سن ست سنين اللي هو لسه الطفل ما عندوش سنان دايمة ابدأ ان انا اتدخن وانصح الطفل واععد معاه وفهمه وفهم الوالدين والدين الطفل وقولهم ان العادة دي غلط ووريه صور وابدأ احاول ان نقلي الطفل بالكلام ان هو يمتنع عن العادة دي ان هي هتنصر عالم الوكلوجين مستقبل وابدأ ووريه صور بالكلام دا طيب كلام دا من سن ثلاث سنين ونص للسن ست سنين طب بعد سن ست سنين لو طفل جالي بعد سن ست سنين خلاص انا انا مش محتاج ان انا هقعد واقنع الطفل فبالتالي انا اعمل الابلاين سهل طول يبقى العادة دي من سن سنة لثلاث سنين ونص هي عادة طبعية جدا طيب من ثلاث سنين ونص لسن ست سنين ابدأ ان انا بسن ست سنين ابدأ ان انا اقعد مع الطفل واقنعه وافهمه واعلمه لمدة اسبوع اسبوعين ما استجبش وابدأ ان انا اركب الابلاين وهنتكلم عن الابلاين المستخدم واللي يمنع لي او اللي هقفل العادة دي طيب لو الطفل بعد جالي هو عنده ست سنين فما فوق خلاص انا هنا بقى لازم ان انا ابدأ اركب الابلاين مش محتاج بقى ان انا اقعد اقنعه ولا الكلام ده لان الموضوع هو خلاص اتعود على العادة بقى بشكل اجريسيف وخلاص بقى عندنا فمحتاجين ان احنا نكون ترول الموضوع في اسرع وقت قبل ما يحصل مالوكلور طيب لو انا جالي طفل بيمس اصباعه او بيحط اصباعه ايه بقى الالس clinical findings او الحاجات اللي انا هشوفها لما الطفل يجيلي في العادة لما افتح بقى الطفل هشوف ايه اول حاجة هلاقي انتير وبالضايت ثاني حاجة هيحصل في المجزاري تيس او المجزاري انتيرز يبقى هلاقي ان المجزاري انتيرز برزين لقدام وعلى النقيد هلاقي retroclination في المنتبولار انتيرز هلاقي هم داخلين لجو فممكن هلاقي ثاني هلاقي narrowing او construction في المجزاري arch وممكن هلاقي narrow nasal floor and high بالت الفولت هتلاقي الفولت بتاع البالت عالي كده ممكن تلاقي كمان بوسير كروس بيت وممكن تلاقي increased lip and compt انتيرز الشفتين مش عفلين على بعض كوي يبقى عرفنا ايه clinical findings او الحاجات اللي انا اشوفها في بقى الطفل ده لما يجي للعياد طيب ازاي اعمل management زي ما اقول نه ان ديسكوص مع الطفل اراض معاه وان فاهمه انه كبير وانه فاهم الموضوع نفسي في البداية لازم اعود معاه وفاهمه استصر انه هو كبير ابدأ واريه صور الاضرار العادة دي وعلشان انه هو يرجع عنها طيب كلام ده بعمله في سن كام في سن من 3 سنين ونص لسن 6 سن بعد سن 6 سن انا مش هاعد اتكلم معاه هناخد impression على طول واركيب له الappliance ونعرف بعد كده ازاي طيب تاني حاجة بديسكس مع الparents وفاهمهم برده قدران العادة وانه لهم دور كبير جدا في انه لو مزعلين الطفل او مؤثرين عليه نفسيا انه هم يبدأ يدوروا على الشيء اللي مؤثر عليه نفسيا ما خليه يعمل العادة دي يبقى هن تسكس بعد كده تجين انه نتريد زاكوز نشوف السبب ايه الا هو سبب نفسي ولا هو سبب عنده ممكن يكون عنده سبب وضوي ولا عنده اي سبب بيخليه يعمل كده بعد كده هنركب الhabit breaking appliance يبقى التفق لو انا عادت معاه وكلامي معاه ابنتيجة خلاص وهو التزم خلاص انا اش محتاج اعمل appliance تاب كلمة ما اجابش نتيجة انا احتاج اعمل appliance تاب امتى ما بتكلمش مع الطفل ما بتكلمش مع الطفل خالص وانا بتنقش معاه او الملاقي permanent test صبوق هنا انا مش محتاج ان انا اتكلم معاه انا بتدخس الفورا بدون بتنقش appliances الموجودة او المستقوم المستخدمة في علاق حالة هنشوفهم دلوقتي مع بعض دي open bite ودي من clinical findings اللي هشوف في بعض الطفل لما يجي للعيادة proclination of maxillary incisor دي برضو من clinical findings شايفين deep palate او high palate الفولت طيب من الحاجة اللي ممكن تخلي نوقف العيادة هي عني اجيب solution او اي حاجة عمامر واحطها على صباح الطفل قبل ما ينام او هو قاعد بحيس ان الطفل مايحطش صباع فبوغ طيب دي برضو من الحاجات يعني اللي ممكن تساعد بس ايه في غالب الاحيان مش هتساعد لان الطفل يعني بسم الله ما شاء الله زكي جدا وهيروح يفسي ايده في حاجة اسمها thumb guard لو هو وبيعمل thumb sucking بيمس الصباح ده فابدأ اننا احط عليها thumb guard من حتة تكريل كده وتلفل على الصباح ويلبسها في الصباح وبحيس ان هو مايقدرش ان هو يحط صباب ويجي على الصباب ويلا حاجة خشنة كده وبرضو الطفل برضو زكي وهيبدأ ان هو يخلع برضو من الحاجات اللي عملوها علشان قدر يقللو الصم sucking ان هم بيربطوا هدوه زي ما احنا شايفين كده او بيلبسو حاجة في ادراع وفي صباع الجزء ده صباع بيدخل فيه الصم بيدخل في الجزء ده فبالتالي بيجي حط صباع فبق ما بيعرف او نركب له جهاز في يده زي ما احنا شايفين ده كده وطبعا كل الكلام ده ممكن الطفل يتحمل معا ممكن يخلع الكلام ده كل فالافضل اننا ايما عالج الموضوع نفسيا ايما عمله uplines وهنشوف uplines مع بعض دلوقتي ده البالتال كريب ده الجهاز بيتثبت على 6 upper 6 هنا بيمين وشمال وبطلع منه بيتثبت ببندات وبطلع منه وير الوير ده ملحوم فيه برضو مجموعة من الوير كده بطريقة معينة بيبدأ الطفل كل ما يجي يدخل صباح وفبقه يلاقي حاجة هنا منعه او مدايقه فيبط منه يدخل صباح وفبقه برضو نفس البالتال كريب برضو ده دزين تاني من البالتال الكريب الهير ركس بقى برضو بنفس الكلام انه متثبت على بندات هنا على وطلع منه وير برضو ملحوم فيه ويرز بطريقة معينة بيعملها المعمل بالطفل برضو بيجي دخل صباح وفبقه ما بيعرف ده المضيفاية بلو برضو برضو متسبب ببندات هنا على طلع منه وير طفل برضو بيجي دخل صباح وفبقه اليه حاجة برضو المضيفاية بلو ثرست لو هو بيطلع لسانه وبين سنانه فهو هيخني دايما لسانه يلمس الجزء ده طول ما الجزء ده فبقه لسانه دايما هيلمس الجزء ده فانا هنا حلت مشكلتين المشكلة الاولى هي والمشكلة التانية هي بالجهاز ده كل الحكاية ان انا بخطه وبعطه للمعمل والمعمل بيجيب للجهاز بلزعو بحط عليه هنا ريز بطفاق الجلوس اي نمر على البندات ونزلهم على السكس والسكس وخناص انجازة لزع بمش فقه اي فكرة يعني ده ده بقى في حالة ان الطفل جاني عنده او بيعمل العدل بتاع وفي نفس الوقت عنده بسير كروس بايت فده بيعالج الحلتين بيعالج الاتنين بيعالج هنتكلم بقى دلوقتي عن تانجز رست زي ما احنا شايفين هنا الطفل بيطلع لسانه بين سنانه والسنان مش بتقفل على بعض في سنتر كوكلوجن اثناء البلع لما الطفل يجي يبلع تلاقي لسانه بدل ما يرجع لورا لا ده هو بيطلع قدام بين سنانه يفتح ما بين سنانه والسنانه مش قفل على بعضها الطنجز رست نوعين في سيمبل و كومبليكس السيمبل والله لسانه بيطلع لقدام ما بيرجع شعوره زينا لما بنجي نبلع لسانه بيرجع لورا ابلع كده حاول ان انت تبلع كده تلاقي دايما لسانك بيرجع لورا هو لا ده لسانه بيطلع لقدام بس السنان بتبقى قفلة فالموضوع ده مش مضر في اي حاج وده مش بنتعمل معه اللي بنتعمل معه بقى واني بشكل لنا خطوره هو الكمبليكس كومبليكس ازاي ان هو اليسانه بيطلع لقدام لدرجة ان هو بيدخل ما بين الاسنان زي السور اللي شونا من شوبيه فبيكلل الاسنان فيها فرق عن بعضها وده بيعمل لي مال اوكلوج زي ما احنا شايفين في السورة دي طبيع اليتيولوج بتاعته ليه كزا سبب اول الحاجة ممكن يكون جيناتك فاكتورز وممكن يكون طانج صايز الصايز طانج كبير ريتين دي امفانتايل سوالو لما هو كان بيرضع هو صغير كان دايما لسانه طالع له قدام وهو بيشرب اللبن من البيبرون مثلا ما كانش بيبلع زينا فهو اتعود على جد عنده مثلا مشكلة زي upper respiratory tract infection بتخليه طلع لسانه الوديه لو جالك برضو عيان عنده التهاب في اللوز toncelitis هتلاقيه برضو ممكن يوصله انه يطلع لسانه الوديه فاحنا نشوف نكوز فيه دايما ونعلمه طيب بعد كده ممكن يكون عنده مشكلة في الأعصاب feeding practices زي ما قولنا برضو compensatory induction by rural habits طب ايه الحاجة اللي انا بشوفها لما الطفل بيجي للعيادة generalize the anterior open bite ده اكيد من الصرح نشايفين absence of contraction of lip and musculature during swelling لما يجي يبلع الليبس مش هتيفل على بعض abnormal occlusal reflex we abnormal swallow reflex طب ايه المانجوين بتاع الحال اللي زي دي اول حاجة لازم علم الطفل ازاي يبلع زي ما قولنا من شوية المفروض ان احنا ندور على الكوز الاول وبعدين نقض مع الطفل ونقض مع parents وننصحهم طول ما فيش طول ما فيش permanent وانس ان بقى فيه permanent فانا بضطر ان انا ادخل سبب فين هل هو كان سبب نفسي هل هو كان سبب اه عضوي لازم ادور على السبب فين وحاول ان انا اتعامل معي قبل ما افكر في موضوع واحدة برضو من الاسباب اللي بتخلي الطفل يطلع لسانه ان هو فقد الاسنان الامامية فقدها بدري يعني ممكن يكون فقدها عن سنة سنتين ثلاث سنين وقعد ثلاث سنين كمان او اربع سنين ان حد ما ببدل كلنا عارفين انا ببتل عند مسن من ست لسبع سنين فهو فقد الاسنان دي بدري جدا فبدأ لسانه ان هو يطلع لقدام يطلع لقدام يطلع لقدام حد ما جاء له طنج سرس طيب ايه اللي انا باستخدمها في الحلزة عشان اول حاجة حاجة اسمها طنج كرب فاكرين البلتل كرب من شوية البلتل كرب طلو طنج كرب دا الحال زي ما انا شايفين انتيرو طنج سرس ودي لاترال طنج سرس انتيرو عبن بايت دا العابة بتاع جليل عابة ابلاينز دا بيتسبب ببند على سيكس ونفس الوقت في قورة هنا حتة بول هنا من المثل طفلو دايما بلعب فيها بلسان فبيثن ليه ما يطلعش لسانه لقدام دا الطنج كرب دا بيتركب برضو ببندات ربع البلت الكرب بالزبط والبلت الكرب برضو ممكن يمنع عادة زيدي فالطفل دا الطنج كرب يمنع اللسان النواة العابة دا الحجز بتاعه دا رمو بول طنج كرب زي ما انا شايفين رمو بول وانا اعرف بعد شوية يعني انه يفضل او الافضل دايما انه هنستخدم فكسل الافضل طريق الموذ بريثنج ودي نوع من انواع الهابت اللي نتكلم عنها هابتو ال respiration through الموذ instead of the نوذ هو بتنفس من من اخيره او بتنفس من بوه مش بتنفس من الانف دي على تلتة انواع الموذ بريثنج تلتة انواع فيه الاناتوميك طيب والاناتوميك بيقول ان هو عنده مشكلة ان الابرلم هي الشور فبالتالي دي مش عادة ده شكل اناتوميك شكل المشكلة عنده تشرحية المشكلة مش ان هو اه اللي شفتين افرين عبعض فبوه بيتافل لا هو اصلا بوه ما بيتافل ش طال انه معي اقول الوبستركتف طيب الوبستركتف طيب ده هو انه عنده ابستركتشن للنورمال فلو افير عنده ابستركتشن في الامف بيخليه يتنفس من الفم وده طبعا لازم نرفير لحد انه 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 ادري المشكلة ثلاث نوع اول الابتوال طيب ده او خلاص شلنا بقا يعني الانف مفيش اي ابستركشن مفيش اي حاجة ولكن هو تعاود انه يعمل كده وده اللي احنا بنبدأ ندخل فيه الى اسباب بتاعتها حساسية فيزيكال ابستركشن كورونيك نزل انفكشن ديفيد نزل سيطمز نزل بوليبس اوان يعني اي ابستركشن موجود شورت اوبر لب زي ما قولنا ابستركت في سليب ابنيا سندروم وبعرف شئتنا في سوانين طبعا طيب اي الحاجة اللي انا بشوف لما طفل ده بيجي للعيادة اوال حاجة ريتروجناثيك مجزيلا اندماندبل زي الماندبل انترى احصل ناروين وي كونستركشن للمجزاري ارش احصل نيزل توان ان ذا او بتكلم مناخيره بتسمع في صوته او الانف بتسمع في صوته سنو اخناف او اجنف او ستير crossbite وي اكسبوز ابر انسيزور دو تو شورت ابر لب انكريز لب انكم تز شافتهم مش افلين لها بعضك وهي swim flamed irritated gingiva طيب ايه العاية اللي تعرفين ان الطفل ده بتنفسه من بقه بجيب مراية اقعد دم مناخيره قوله اتنفس لو المراية جت اعمل اتفج عليها دباب فهو خلص بيتنفس من مناخيره طبيعي لو مش عليها دباب اقعد دم مناخيره اقعد دم من بقه وبرضه اجيب المراية واتأكد بدب نفسي بالتسته ده طبيعي ممكن اجيب شوية مية او اجيب كبات مية واخلي ان هو يشرب ويبلاعش المية يفضل حطاتها فبق المية دي تفضل فبق تفضل فبق لحد ما يبقاش قادر ان هو يتنفس لو هو قادر ان هو يتنفس فهو قادر ان هو يتنفس من الانف ودي عادة لو هو مش قادر فعلا ان هو يتنفس فدي مش عادة لازم نشوفي اللي اعمل نزل وبستركش وكده انا عرفت ان هو يتنفس من بقى فبالمنجمنت بتاع الحالة دي بشيل اي باثولوجي موجود شيل اي نزل بعد كده ممكن اعمل بعد كده ممكن امرن المريض ده او ممرن الطفل ده على ان هو يتنفس من الانف وزي ما قلنا امتا نعلم ويتعامل معنا اذا وقامنا ندخل بقى بلاينس بعد كده بنصلح المال اوكلوجين طبيعي الابلاينس المستعدم هو الورال سكرين ده طفل زي ما انا شايفين بيتنفس من الفم الورال سكرين بناخد له امبراشن عبر من الور يبعته المعمل يبعت الورال سكرين زي ما انا شايفين من المنظر ده جاهز بيلبسه هو نايم اللي ان هو يتعاود يتنفس من الام هو رموفبول طبع هنتكلم بعد كده عن البايتنج عين بيعضى على شفيته ونتعمل معه ازاي زي ما انا شايفين هنا كده لما بيجي افل سنانه بيفضل عضى على شفيته السبب هي ايه ممكن يكون عنده مالوكلوجين زي كلاس 2 ديفيجن 1 ديبايت مالوكلوجين ممكن تكون هابت بسبب هابت ان هو كان بيعمل سم وديجيت سكرينج فبقى بدأ المكان بيعضى على صباحه وبقى بيعضى على شفيته ممكن يكون بسبب مموشنال استرس ودي موجودة في كل العداد تاريخ طيب هي الحاجات اللي انا شوفها في الطفل ده بريتروجين للمجزاري انسايزور بريتروجين للمنتابرة انسايزور وإكسنتويتيد من توليب يالسالكس وإجزال ريزالتنت أو إجزيستنج مالوكلوجين ممكن مالوكلوجين يحصل بسببها وممكن يكون هي نتجة عن مالوكلوجين طيب المانجمنت هي ايه كوريكشن ليه المالوكلوجين لازم نربط مالوكلوجين واللي هو بيسبب العادة عالج العادة واشوف سبب ايه وعالجه بعد كده ادخل على موضوع الابلاينز الابلاينز المستخدم زي بعنا شايفين الليب تراب الليب بتدخل وهو بيعضع لها الفرميلة ومبوردر زي ما احنا شايفين هنا كده سي اريتايتد وينفليم ده شكل الليب بامبر جاهز بتثبت بالباند على النسكس وبطلع منه وير ويتركب فيه الجزء ده ويبدأ انه وزق الشفاء لقدام طبعا الجزء ده بينه وبين السنان بيبقى سيب مسافة شان السنان تبدأ ترجع لعوضعات طبيعي لانه يبقى دخل الجوه نتكلم على البروكززم بيجزة على اسنانه دي عبطة والجرايدنج أوفتيس بيفضل يجزة على اسنانه وهو مل بيأكل أو مش بيبلع انواع هالدي تايم دايرنال بروكززم وينايت تايم ناكتورنال بروكززم ودي المستقوم ايبقى انواعه في حد بيجزب النهار حد بيجزب اللي بس اللي وجزب اللي الاكتر طيب زي ما انا شايفين السورة يعني دي كده ده اللي انظر بيتسببه ايه البروكززم طيب سبب هاي مكن يكون عنده مشكلة في السنس مكن يكون عنده مشكلة سيكولوجيكا مكن يكون عنده مشكلة في الاوكلوجين الى جناتكس اه طفل مثلا صغير زي الاطفال الصغيرين اللي بيشتغلوا اه بسنه صغير ممكن يكون عنده بعناصم مكن يكون عنده دا كله ممكن يخليه يقعد انا لازم اكون عارف سبب البروكززم ايه علشان ابدأ اقدر ان انا اتعمل معه البروكززم بالذات لو انا ما عرفتش سببها تعملي مشكلة كبيرة جدا ايه الكلينيكال فيتشار بتاعيتها او كلوزل ترومة كنا لقيه توث موبيليتي كنا لقيه بريزونتايتس تانيه حاجة هي التثوير ممكن لقيه اترش او ابتراكش او فراكش ثالث حاجة ما ايه المسكولار تندرنس العضلات لما بيجز لو انت المستها كده هتوجعه بعد كده ممكن ييجي تيم جي ديس اردر ممكن يجيله صداع لالصداع ما كان منطية التمبرالس كده يقولك انا عندي صداع بيجيلي في الجن اكسيدنتال انجيريز ليه الصوف تشو كوزز باكا المياكوزة ممكن يعضى على اي صوف تشو عنده بالغلط في بقو طبيعي المانجمينت بتاعتها كلوزل الاجستمينت كلوزل اسبلينت فدائما في الموضوع ده لازم يجب علينا نشوف السبب لو حللنا السبب غالبا افنا حللنا العين ممكن نعمل له ريناكسيشن تكنيكس فيزيو سيرابي او سيكو سيرابي شوف نفسينا وضعبا من اي فيزيو سيرابي ممكن ادي له مصر ممكن لو عنده مشكلة في القرس واحل عالو بس الافضل طبعا نشوف السبب ايه وابدأ ان انا اعديه وابدأ ان انا اعالجه نفسينا الاول لو في مشكلة نفسية بتقابله في المدرسة بتقابله في البيت ابدأ ان انا اتعاول معاه طيب مفيش اي استجابة خالص انا في مرحالة لو انا عندي كل سنين موجودة وذهب البرايم الي محتاج ان انا لبسوا نيتغاد يليه هو هو صوفت analysts 如果 insists وانة بداية تصبح علي برمانتيه لا اهو محتاج صوفت نيتغار م Meter صوفتنا او مثل نيتغار اليه ات transact ديما يITE 어떨ge وفي نفس الوقت انه لكteenSoft تدى ان انا قدر عملاري فى بعد كده بلانة اخلع سنين simpler تانيه هبنط وقدر عملاري فى بعد كده تصبح العابلين نيتغار زي ما قلنا السنان اللابنية كل سنة اللابنية مش محتاج نايت جارد وانسان نبقى يطلع له سنان دايما خلاص أبدأ أركب نايت جارد ده شكل نايت جارد ده بيلبسها نفت شوية ملحوظات خيب مدة الأبلين ساعة داي مدة الأبلين ساعة غالباً بتبع من ست الكساشة يعني العيان اللي هتخد له معايز تركب له أبلين ستبع عارف ان المنمم الأبلين سيلبسه من ست لتسع شهور طيب العادة غالباً بترجع أو خلاص بيبطل عادة دي غالباً في ثلاث شهور علشان كده الطفل اللي ما بيجي وناخد له بنفضل ان احنا نركب له الأبلين في فترة الأجازة اللي هو فترة الصيف ثلاث شهور بتوع الصيف بيلبس الأبلين ثلاث شهور العادة بتبدأ ان هو بيبدأ ان هو يبطلع ويعني المفروض ان احنا بنكمل ست شهور بس لباً لما بيجي الطفل داخل المدرسة اللي أعلى بيعترضه على موضوع الجهاز وهو نفسه بيعترض على موضوع الجهاز ان حد يتنمر عليه في المدرسة أو كده رايبدا ان هو يخنع الابلاينز بس ياريت يكون لابس الابلاينز ست شهور طيب عمل فكسة ابلاينز أو الموضوع ابلاينز الموضوع ابلاينز الطفل هيقلعه خليك دائما في الفكسة ابلاينز دائما فوق سبب العادة انت مش دائما محتاج ابلاينز ومحتاج تشهور السبب في انه قدرت ان انت تتعامل معه اهلوس انتش محتاج ابلاينز ورايحة دماغك ورايحة الطفن خالص لازم تعرف الطفل ان هو دائما لازم ينظف الابلاينز باستمرار لان الابلاينز ازاي ما شفنا بعشكالها المختلفة بتجمع عكل وده يعمل له مشكلة اجد بكده تكون حلقيتنا النهاردة خلصت هتمنى تكون استفدتوا وشوفكم في فيديو تاني بازن الله